أشهد تحالف الأحزاب المصرية بقرارات الحكومة اليوم والخاصة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى الثلاثين من يونيو الفين ثلاثة وعشرين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة ألف جنيه ووجه أمين عام التحالف النائب تيسير مطر الشكرة للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرارات الحكومة التي جاءت تنفيذ لتوجيهاته ونوها بأن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن لافتا إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية